موسيقى المنزل وقراء بهم منذ الثلالح المنزل المنزل هذه المنزل الأسفار المنزل المنزل موسيقى تحترق الساحة لكي نتواجدهم وموسيقى ونحن المضرورين بزعاف معكم زكريا صاحب القوات المرقش اللي كنت أشوفوا معكم أي دي حداية ونحن نعاني من معدة مشاكل من الأوليات الأزبال التي أخبرناكم كما قال السيد وأنا مضرور بزعاف حتى في الصيفراء لم أكن أقوم بقواة الدبال التي تدخل عندي وأنني لم تكن أدفون أرزبوننا وأنني أدفون المشكلة لأدلقاء دوسة للمدة 20 يوم وإنكتنا ومشارك قريبا ومترتقنا بعد ان اتسهم عليك الأخوال على قوة منتجاتك لا تتفهر على ذلك الان انظروا بعد انتظار الكليان قدرت بحرّة المشكلة كم في المشكلة أهم ذلك الان يترحلوا 15 يوم 20 يوم مرحسسون من خلال 10 أكثر ما هو قدوس لا تدعي القوات المناسبة تجحل من 301 يعني اي عباد الله يجب أن يطبق على ما يريد أن تحقيق الشدر لا يوجد شيء ما سيقوم بشكل كما نطلب من المسؤولين ويجب أن يتم تحبون القادس ويجب أن يشبون بشكل مكان ويجب أن يكونوا أخي ويجبون صفار وشعباء ويجبون الصفار كل شيء يجب أن ترى الحماد الساكنة ويجب أن يصفرون جميعا ويجبون أن يصفرون كلهم ويجبون أن يمضرون هاتف ألقى لنا الشعب كلها وصفره إلى السوق وقال إلى اللوز كل شيء يجبون هنا الشعب كل شيء يجبون لا تشرحوا نقل ويجبون الرائحة ويجبون الرائحة ويجبون الرائحة وقسمونوا بإقصار ويجبون في المسؤولين من ادخان الذين يقررون على ألف حساب ومسؤولون أعلم أن يزيدون من قرائلين حساب وحساب كيف تجدون؟ أعلم أن يزيدون من الناموس وحشرات وحشرات يعني نعيش في حالة موزرية ومشاهدون من المسؤولين من أن يزيدون كيف تلتعلمون أن يزيدون شكايا في مكانه؟ نعم، 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 نعم ولكن مع ذلك يبقى الوضع كما هو عليه نوافيد دائما مغلوقة ليلة نهار لأن هذه الساحة خاصة تكون المتنفس الساكنة هي بالعكس والتي نعاني منها بزاف إحنا والأطفال دينا بحالة بغيتين نعتبروها هنا مزبالة ديال بودرهم والتي لدينا ثاني مزبالة ديال بودرهم هنا في هذه الساحة الساحة الحمراء لك تتعرف بالساحة الحمراء وفي هذه الساحة تتعرف أطنان ديال الأزبال وأطنان ديال النفايات وهذا غير معقول مهم أخوتي أنكم لا تشاهدون السيد معكم أصلا بإعضارها مريضا أنكم لا تشاهدون الطريقة لكي يدر وهذه الأزبال تتشكل عليه خطر كبير على الصحة السيدة كانت تتعرف ديقاء مسكين هذا الروائح تتعرف عليه بإمكانه صحي أو معنوي أو مهم أي حاجة ما يقدر تشويه يخرج من الدار مهم كما تشوف أنكم تشاهدون ماشي معقول ماشي معقول بزاف والله شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة